اليوم راح نطبق وصف الملائكة لصوت الوحي او الصوت اللي تسمعه من السماء اذا امر الله امر هل تعرف بان الملائكة يغمى عليها من صوت الله عز وجل تكاد تموت من صوتها في الملائكة يوم سمعت صوت الله عز وجل وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم ايش سمعها ايش هذا الصوت العظيم بس قبلها خلونا نسمع وصف الله عز وجل لحال الملائكة عند سماء صوتها يقول الله عز وجل حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو العلي الكبير فالملائكة يغمى عليها اذا سمعت الوحي من الله عز وجل طبعا الملائكة توصف الشيء اللي سمعته اما الله فليس كمثله شيء الكلام هنا فقط في وصف السامع لما سمعه فتحكي الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول في وصف ما سمعوه من صوت الله عز وجل انه كالسلسلة على الصفوان كأن ضرب وجر الحديد على الصفة الاملس في الملائكة اذا سمعت هذا الصوت العظيم يغمى عليها تماما يغمى عليها فيما تسمع الوحي ويشاء الله سبحانه وتعالى ان الوحي لا يسمعها الا المقربين من الملائكة واللي هم موجودين في السماء السابع كجبريل وميكائيل وحملة العرش وغيرهم من الملائكة لما نعرفهم فأول ما الملائكة يسمعون هذا الوحي يفزع عن باقي الملائكة يعني يروح من قلوبهم الخوف فيروحون للملائكة المقربين من الله سبحانه وتعالى يقومون ويسألونه يقولون ماذا قال ربكم ومن هنا يبدأ الوحي يتناقل من سماء الى سماء الين يصل الى الارض فيصير امر الله سبحانه وتعالى من مطر او زلزال او سحاب او براكين او غيرها من الاحداث اللي تصير على الوشي الارض اما في السماء فيكون في شياطين يتجولون في السماء واحد طبعا هذا قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم فبعد مولد النبي تكفلت السماء السبع كامل بس قبل مولد النبي كانت المردة تجول السماء كانوا يستريقون السمع عندما يتناقل الملائكة الوحي من سماء الى سماء يستريقون السمع فينزلون الى الكاهنة والعرفين فيكذبون مع هذا الوحي مئة كذبة فيختلط على الكاهن الامر المهم نرجع لموضوعنا كلنا نعرف بان موسى عليه السلام هو كليم الله فهل في اثر متناقل عن موسى عليه السلام في وصفه لصوت الله عز وجل ايه نعم فيه اثر متناقل الى يومك فيقول ابن جابل الخذعمي في تفسير آية وكلم الله موسى تكليما يقول سمعت كعبا يقول سأل موسى ربه فقال يا رب هكذا كلامك فرد الله سبحانه وتعالى على موسى وقال لا ولو سمعت كلامي اي على ظاهره لم تكو شيئا يعني رح تنتهي من الوجود فاللي سمعه موسى مو بصوت الله الحقيقي فلو سمع صوت الله الذي ليس كمثله شيء لم يكن موسى شيء كان تقطع من عظمة الصوت وزاد ابو بكر الصغاني او الصغاني الله اعلم كيف ينطق اسمه زاد في هذا الحديث ان موسى قال يا رب هل في خلقك شيء يشبه كلامك قال لا واقرب خلقي شبها بكلامي اشد ما تسمع الناس من الصوائق لا اله الا الله ومو بس كده فعن عمر بن حمزح يقول سامعت محمد بن كعب يقول سئل موسى ما شبهت كلام ربك مما خلق اش اقرب المخلوقات لصوت الله عز وجل اللي سمعتها انت فقال موسى الرعد الساكب لا اله الا الله وقال الامام البخاري في وصف صوت الله عز وجل ان الله عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قربة فليس هذا لغير الله عز وجل الحين يا اخوان رح انطبق الصوت زي ما سمعتها الملائكة سلسلة على صفوان تخيل معي عظمة صوت الله عز وجل الملائكة تقول كأنه سلسلة على صفوان وموسى يقول كأنه رعد ساك والله سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام لو سمعت كلامي لم تكو شيء ابغاك تتخيل معي العظمة هذه كاملة امام هذا الاله الجبار هيا بعد هذا الوصف كامل ابغاك تستوعد معايا وقوفك امام الله عز وجل يكلمك مباشرة انت من دون اي وسيط فستسمع صوت الله عز وجل وهو يسألك عن صلاتك ويسألك عن كل نعمة اعطاك اياها ولكل ظالم ظلم ويعتقد بانه اعلى واذكى من الناس كله ستقف امام الله وسيكلمك انت بهذا الصوت العظيم ويسألك ماذا فعلت تجاه الاسلام والمسلمين ما فعلت يا عبدي هل شكرت هل كنت تخشاني ام تخشى غيري اكثر مني انا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن اسئلة الله سبحانه وتعالى لنا يوم نقف امامه من دون اي وسيطة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن ادم يوم القيامة من عندي ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما افنح اباك تسأل نفسك الحين ايش افنيت عمرك فيه سؤال صريح لك اباك تسأله نفسك الحين وعن شبابه فيما ابلاح ايش اللي سويت في شبابك الحين هل استغليت لان الايام جالسة تمشي وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه ايه ربي رزقك ايه ربي اعطاك ايش صرفت عليه فلوسك ايش حطيته فيه هل ساعدت المسكين والفقير هل ساعدت اهلك هل قسمت لله سبحانه وتعالى بما لك شيء وماذا عمل فيما علم العلم حقك ايش اللي سويت فيه هل استفاد منه غيرك او استخدمته لفائدة غيرك وطبعا اسئلة الله سبحانه وتعالى لنا كثيرة ففي حديث ثاني يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الاسئلة يقول الله سبحانه وتعالى لك الم اكرمك واسودك وازوجك واسخر لك الخيلة والابل واذرك ترأس وتربع وهذا كله رح تسمعه بصوت الله عز وجل يخاطبك انت محد غيرك وقتها ايش بيكون حالك فعليا خاصة بعد ما سمعت كيف كان حال الملائكة وكيف يغمى عليها عن سماع الوحي من الله عز وجل اتمنى ان هذا المقطع حرك فيك ولو شي بسيط اللي انهناء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اصغفرك واتوبوليك رح توحشوني نشوفكم ان شاء الله في البقاطة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشهد ان شاء الله في البقاطة الجاية اشهد ان شاء الله في البقاطة الجاية اشهد ان شاء الله في البقاطة الجاية اشهد ان شاء الله في البقاطة الجاية